الأسر النازحة تعيش ويلات أخرى غير التشرط وقد تسببت الأمطار بأضرار جسيمة على مساكينها وأراضيها فيضانات وسيول جرفت مواقع النازحين جعلت من مرارة المشهد أقصى وأشد كتلة المأوى مفوضية شؤون اللاجئين قالت في تقرير مشترك إن الفيضانات تسببت في عمليات نزوح جديدة إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات الشخصية للأسر المتضررة وكذلك البنية التحتية العامة فضلاً عن إحداث خسائر في المحاصيل والماشية كتلة المأوى أشارت في التقرير بوجود نقص في التمويل وخطة التأهب للفيضانات والاستجابة خلال العام الجاري تقرير أممي أفاد في وقت سابق من شهر أبريل لهذا العام عن تضرر أكثر من 16 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً وذلك مع قدوم موسم الأمطار خاصة مأرب وهي الأكثر تضرراً منظمة الهجرة الدولية حذرت في أحدث تقرير لها من انتشار الأمراض في مخيمات النازحين بمختلف مناطق النزوح وفي أوساط المجتمعات المضيفة وعزت ذلك إلى نقص تمويل برامج الرعاية الصحية وهطول الأمطار ما يزيد من احتمالية عودة انتشار الأمراض مثل الملاريا وحمضنك الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي تسببت بأضرار على أكثر من خمسمائة ألف شخص ونزوح مئات الآلاف منهم